نشرة مفصلة للأنباء من الميادين نبدأها بالعنوي رفض فلسطيني لكلام السفير الأمريكي لدى تل أبيب عن حق إسرائيل في ضم أزاء من الضفة الغربية المجلس العسكري السوداني يبدأ استعداده لاستئناف المفاوضات مع المعارضة والأخيرة ترفض وتلوح بالأصيان المدني الجيش اليمني واللجان يحبطون هجمين لقوات التحالف السعودي قبالة عسير ونجران منظمات حقوقية تحذر السعودية تعتزم صلب الفتى مرتجق ريريس على خلفية اتهامات سياسية وجهت إليه في سن الحدية عشر أهلا بكم أعلن المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي أن تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب بشأن ضم الضفة الغربية محاولة لتركيع الشعب الفلسطيني وفي اتصال مع الميادين أكد القواسمي أن السلطة الفلسطينية تعمل لإسقاط صفقة القرن لذلك نحن نطالب الجميع بمقاطعة ورشة البحرين نطالب الجميع بإسقاط صفقة العار الرئيس محمود عباس أبو مازن يقف سدا منيعا الفصائل الفلسطينية جميعا الشعب الفلسطيني يقف خلف الرئيس في مجابهة صفقة العار الأمريكية وورشة البحرين التي هي نعتبرها مقدمة لصفقة العار حركة حماس دعت السلطة الفلسطينية للمبادرة إلى مواجهة صفقة القرن وإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية المتحدث باسم الحركة حازم قاسم قال أن تصريحات فريدمان تكشف جزءا من الرؤية الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية أما حركة الجهاد فوصفت فريدمان بأنه مستوطن متطرف ينفذ السياسات الاستعمارية والاستطانية لمرؤسي الجباة الشعبية لتحرير فلسطين دعت بدورها إلى الاتفاق على سياسة وطنية فلسطينية موحدة تتعامل مع الإدارة الأمريكية على مختلف المستويات باستفاتها عدوا للشعب الفلسطيني وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان قال إن من حق إسرائيل ضم أزاء من مناطق الضفة الغربية لكن ليس من حقها ضم المناطق كافة وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز اتهم فريدمان السلطة الفلسطينية بمحاولة إفشال ورشة المنامة الاقتصادية عبر الضغط على عدد من الشخصيات ورجال الأعمال لمنعهم من المشاركة في الورشة في غزة استنكرت لجان الصيادين السعي إسرائيل لمحاكمة أربعة صيادين فلسطينيين بتهمة تهريب مادة الفيبر جلاس وعوائل المعتقلين تطالب بالإفراج عنهم أحمد غانم على غير المعتاد جاء أبو محمد إلى البحر لا للصيد بل يشكو هموما ضاقت بها نفسه فابن شقيقه وابن عمه سيخضعون للمحاكمة على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعد اعتقالهم في عرض البحر بتهمة تهريب مواد تستخدمها المقاومة تهمة ينفيها الرجل الذي استولت بحرية الاحتلال أيضا على قاربين له ويؤكد أنها محض افتراء غير مشروع أيتها تهمة إلهم هم لفوا لهم التهمة بشكل مش عارف كيف يعني مثلا يعني إحنا بس غرضنا إنه وقد العيش يعني بدنا ناكل العيش إحنا ما ناش أيتها لتنظيم أو أيتها إشي لجان الصيادين في غزة عبرت عن قلقها من الخطوة الإسرائيلية آصفة إياها بغير المستغربة وبأنها ترمي كما تقول إلى تعميق معاناة الصيادين وخلق مبررات لفرض مزيد من العقوبات بحقهم والتضييق على حركتهم في البحر ما تدعيه قوات الاحتلال من أن الصيادين يقومون بعمليات تهريب هي مقدمة أيضا جديدة لشان عدوان على الصيادين فقط خلال العام الحالي الاحتلال اعتقل ما يقارب من 25 صياد وصادر عشرة مراكم بالإضافة إلى إصابة 26 صياد وخلال العدوان الأخير على قطاع غزة ضمر ما يقارب من 41 قار لجان الصيادين وردا على المزاعم الإسرائيلية تؤكد أن مادة الفايبرغلاس التي يزعم الاحتلال ضبطها بحوزة الصيادين لا تستخدم إلا في صيانة المراكب وصناعة الدماء ويمنع الاحتلال إدخالها إلى القطاع منذ سنوات بحجة الاستخدام المزدوج اعتقال صيادين ومحاكمتهم تعد سابقة وتاتي كمقدمة كما تؤكد الجهات النقابية لشرعنة مزيد من الاعتداءات بحقهم اعتداءات تتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المعنية والفاعلة لوضع حد للقرصنة الإسرائيلية بحق بحر غزة وصياده في سياق آخر وتحت عنوان العودة إلى تونس عرضت القناة الثانية عشر الإسرائيلية تقريرا كشفت فيها عن سماح السلطات التونسية للإسرائيليين بدخول تونس بجوازات سفر إسرائيلية مع تسهيلات كثيرة وحماية أمنية مشددة منال سبعيل العودة إلى تونس عنوان تقرير عرضته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية يكشف عن استقبال الإسرائيليين في تونس مرة في العام بموافقة السلطات التونسية مرة واحدة في السنة تسمح السلطات التونسية لإسرائيليين بزيارة الأرض التي ولدوا فيها هذا ما جرى عندما سافر ألفاء إسرائيلي إلى مدينة الجربة التونسية لزيارة المنازل التي ترعرع فيها والصلاة والحنين السلطات التونسية لم تخاطر بحسب التقرير وأمنت الحماية المشددة للحافلة التي كانت تقل المجموعة الإسرائيلية مع مرافقة ومتابعة دقيقتين طوال محطات الرحلة فليبارك الله كل جنود إسرائيل ويجعلهم سالمين ومنيرين علينا وعلى إسرائيل وتونس التقرير أشار إلى أن وزير السياحة اليهودية الأصل الذي كان محاطا بمئات الإسرائيليين الذين دخلوا تونس بجوازات سفر إسرائيلية رفض الإجابة عن أسئلة معدة التقرير أمام الكاميرا عندما علم أن القناة إسرائيلية لكنه لم يتردد في إلقاء خطاب ترحبي بالمجموعة الإسرائيلية انفتاح التونسيين على تقبل زيارة الإسرائيليين بلدهم ربطه معدود تقرير بالوضع الاقتصادي الصعب والحاجة الماسة إلى السياحة وخاصة أن عدد الإسرائيليين الذين زاروا مدينة جربة تونسية بلغ رقما قياسيا هذا العام منذ اندلاع الأحداث في العالم العربي عام 2011 أنتم ترون الأعداد الهائلة من الأشخاص الآن في البداية كان علي إقناعهم بعدم الخوف من المجيء إلى تونس وبعد ذلك حققت نتيجة مع مزيد من الرحلات بأعداد وبسعادة أكبر على أن اللافتة في التقرير الإشارة إلى زيارة المجموعة الإسرائيلية المنزل الذي اغتيل فيه أحد قادة حركة فتح أبو جهاد على يد قوة خاصة إسرائيلية هناك وبحسب التقرير همست دليل السياحي في آذان الزوار الإسرائيليين عن المنزل وأهميته كي لا يسمعه السكان المحليون ويعرفون هوياتهم وفي المغرب قررت سلطات مدينة مراكش منع إقامة مهرجان البهجة المتوسط للرقص الشرقي الذي تديره الرقص الإسرائيلي سيمون كزمن بعد احتجاجات شعبية رافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائي إعلان تنظيم المهرجان الذي كان مقررا بين الثالث من الشهر الحال والعاشر منه كان قد أثار غضب الهيئات والمنظمات المغربية باعتباره مسيئا للمغرب وشعبه رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان حذر من أن مستوى التطبيع مع الاحتلال وصل إلى مرحلة خطيرة جدا وفي اتصال مع الميادين أكد ويحمان الاستعدادة لمواجهة التطبيع في تونس كما في المغرب هناك تراخي حقيقي في تونس وهناك طبعا مسؤولية كبيرة في المغرب ولكن بدأنا نسجل تحركا مغربيا عن المستوى الرسمي ولو أنها خطوات ما تزال دون المستوى في الحقيقة أصدرنا كتابا به تفاصيل ووثائق وصور وأدلة وأسماء ومواقع ورتاب ومواقع في السلطة ممن هم متواطئون ومتورطون في هذه الاختراكة يجب أن يكون هناك تحرك من لدون الجميع رصدنا من ضمن ما رصدنا خرائط وأعلام لدولات يتم عمل على زرع الفتن المذهبية على أسس عرقية وهناك دولات الآن وكيانات تخلقوا وصممت لها أعلام وهناك تدريبات عسكرية بإشراف ضدات ثمن في جيش الحرب الصهيوني أكد المجلس العسكري والانتقالي في السودان انفتاحه وحرصه على التفاوض للوصول إلى تفاهونات مرضية تقود إلى تحقيق التوافق الوطني والعبوري بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان بما يفضي إلى التأسيس للتحول الديموقراطي المجلس العسكري الانتقالي شكر في بيان له إثيوبيا على مبادرتها وحرصها على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسيين في السودان وهي مبادرة يقودها رئيس الوزراء آبي أحمد أما قوى المعارضة السودانية فحذرت من أنها ستدخل في عصيان مدني مع بداية الأسبوع المقبل إذا لم يبدي المجلس العسكري توجها لقبول شروطها للعودة إلى المفاوضات وقد دعت قوى الحرية والتغيير المعارضة أنصارها إلى موصلة حراكهم واغلاق الشوارع مع تسيير مواكب ليلية وصولا إلى العصيان المدني الشامل والإضراب العام رئيس مكتب حزب الأمة السودانية في بريطانيا محمد الأنصاري أكد رفض بيان المجلس العسكري الذي يهدف إلى التنصر من المسؤولية عن مزارة فضل الاعتصام على حد تعبيره وفي اتصال مع الميادين أكد الأنصاري أن لا تفاوض مع المجلس العسكري قبل فتح تحقيق شفاف في مزارة فضل الاعتصام ميام مرفوض تماما لا يمكن أن تقتل الناس وترويع المواطنين وتحجد الأمن في البلاد وتعطي أن تدعو للثوار فهذا بيان فطير وبيان ضعيف وبيان لا توجد فيه أي إستاذ بالمزئولية الوطنية وإستاذ بدماء الشهداء التي أسهي غد بدم بارد فنحن سوف لن نعود إلى طاولة المفاوضات إلا بعد إجراء تحقيق شفاف تحقيق نزيح يقودنا إلى من الذي غاموا بغض المتظاهرين يوم 29 رمضان فلذلك هذا المجلس ليس جدير بالإحترام وليس جدير بالتفاوض معه لذلك حتى لا نتهم بأننا بيعنا دماء الشهداء سندعم الاختصام وعيسيان يوم غدا حتى الوصول لبطالب الكاملة للثوار السجدانية في اليمن أعلن مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية صدوا هجومين للتحالف السعودي في صحراء لجاشر قبالة نجران وفي أبواب الحديد بعسير مشيرا إلى سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف قوات تحالف وعرض الإعلام الحربي اليمني مشاهدة تظهر لحظة استهداف الدفاعات الجوية للجيش واللجان طائرة مقاتلة من دون طيار للتحالف السعودي من نوع أمي كيو 9 أمريكية الصنع في الحديدة ليرتفع بذلك عدد الطائرات التي تم إسقاطها منذ بداية العام إلى أربع طائرات حذرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان من أن الرياضة تريد صلب الفتى مرتج قريريس على خلفية اتهامات سياسية وجهت إليه حين كان عمره أحد عشر عاما المنظمة عرضت شريطا ترويجيا للطفل السعودي أشارت فيه إلى أن الجريمة تأتي ضمن سياق استخدام السعودية عقوبة القتل لتصفية أصحاب الرأي والمعارضين والمحتجين والأطفال وقريريس هو أصغر سجين سياسي في البلاد وكان قد اعتقل في العشرين من أيلون سبتمبر عام 2014 وأشارت المنظمة إلى أنه تعرض للتعذيب والضرب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي يأكد أن قضية الطفل مرتجة قريريس هي واحدة من أربع عشرة قضية ممثلة وفي اتصال مع الميادين تحدثت بيسي عن وجود أربعة قاصرين مهددين بالصلب من قبل السلطات السعودية قضية مرتجة هي قضية من أصل 14 قضية أخرى لأطفال وقاصرين في هذا العهد هناك عشرة تم إعدامهم في السنوات الماضية واليوم نعت أربعة قاصرين مهددين ضمنهم مرتجة قريريس وإلى جاء به الطفل علي النمر وداود المرهون وعبدالله الزاهر بالتالي هذه القضية اليوم قضية مرتجة ما زالت بطور المحاكمة وحينما نقول محاكمة لا يعني أننا اليوم أمام محكمة موضوعية أو قوانين موضوعية هاجم الرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم الثاني السعودية واصفا اتهاماتها لبلاده بالإرهاب بأنها باطلة وحمل المملكة المسؤولية عن الأزمة السورية وتفشي تنظيم داعش مواقف الثاني جاءت خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة تيليغراف البريطانية أشار فيها إلى أن معظم مسلح داعي السعوديون وتساءل المسؤول القطري السابق في مقابلته إذا كنا نسعى إلى السلام مع إسرائيل فلماذا لا نسعى أيضا إلى السلام مع طهران مؤكدا أن إيران لم تلحق أي أذن بقطر في سوريا تمكن الجيش من قتل القائد العسكري في جيش العزة عبد الباصد ساروت في ريف حمى وأفاد مراسلون باستشهاد مدني وإصابة ثلاثة آخرين بجروح جراء استهداف المسلحين بلدة شيزر في ريف حمى الشمالي الغرمي بالقذائف ووقعت اشتباكات عنيفة على محور بلدة تل ملح وبتجاه بيت جلمة فاصل قصير ونستكمل وإياكم هذه النشرة أكد وزير الخارجية الألمانية هيكو ماس التزام بلاده بدعم العراق في جميع المجالات وبتوسيع فاق التعاون الثنائي بين البلدين وخلال لقائه الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد أشاد ماس بدور العراق المحوري من أجل تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار أما صالح فأشار إلى أن العراق سيواصل بسعيه لتوحيد الجهود الرمية إلى اعتماد لغة الحوار البناء والابتعاد عن منطق التدخل في شؤون الدول أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة تنمية التعاون الإيراني التركي في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة وتعزيز الأمن على الحدود المشتركة للبلدين وفي اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان شدد روحاني على ضرورة توسيع التعاون بين إيران وتركيا كبلدين مؤثرين في العالم الإسلامي من جهته أكد أردوغان رفض العقوبات الأمريكية الظالمة على طهران ذكر مصدر عسكري ليبي أن الجيش بقيادته خليفة حفتر بدأ عملية على محور طريق المطار في العاصمة طرابلس لافتا إلى أن الجيش يقوم بإزالة السواتر الترابية التي أقامتها القوات التابعة لحكومة الوفاق وأشار المصدر إلى أن اشتباكات عنيفة ما زالت تدور في المنطقة واستتقدم ملحوظ للجيش والجيش بقيادة حفتر كان قد أعلن أن القوات الجوية تدمرت طائرة تركية مسيرة بعد غارة على القسم العسكري في قاعدة مطار معيتيقة بطرابلس بينما أعلنت إدارة المطار أن المدرجة استهدف بغارة من طائرة حرب قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن جوهر الأزمة في ليبيا هو صراع على الثروة يتخذ شكل الصراع على السلطة وفي مقابلة مع قناة روسيا اليوم أكد سلامة أن ليبيا تشهد تدخلات خارجية كبيرة وأن بعض الجهات يرسل أسلحة رغم حظر توريدها وأن مجلس الأمن عاجز عن وقف إدخالها إلى ليبيا مضيفا أن ليبيا تعاني مشكلة في شرية الحكم وأن الانتخابات من شأنها أن تحسم هذه القضية أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني في الجزائر في لالي غويني موافقة حزبه على المشاركة في جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح وفي لقاء مع قياديين رفض غويني الخوض في أي مسار يحدث فراغا دستوريا في البلاد نؤكد مرة أخرى رفض الحركة لأي مسار غير مدرس وغير آمن قد يقودنا إلى مرحلة فراغ دستوري وإحداث إرباك بفعل فتح الباب أمام التأويلات والاجتهاد خارج الدستور بما لا يحظى بإجماع وطني ولا يحقق التوافق بين مختلف الفاعلين يعقد وزراء المالية ومحافظو البلوك المركزية في مجموعة الانشرين اجتماعات تستمر يومين في اليابان تركز على التجارة وقواعد النظام الضريبي العالمي الجديد وزير المالية الألماني ألف شولس أعلن أن وزراء المالية في الاجتماع اتفقوا على أن الحد الأدنى من الضرائب هو فكرة جيدة نضيفا أنها ستنفذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهم الولايات المتحدة بأخذ العالم إلى فوضى من الحروب غير المتنهية وفي منتدى سان بيترسبورغ الاقتصاد الدولي أعلن بوتين أن نموذج السيادة الذي تفرضه واشنطن سيؤدي إلى نزاعات وحروب دائمة إذا استمرت هذه القيود في الازدياد حتى العام 2022 بالوتيرة الحالية نفسها فسيؤدي ذلك إلى انخفاض الناتج الإجمالي المحلي العالمي بنسبة 2% وتراجع التجارة العالمية بنسبة 17% وبطبيعة الحال نحن ضد هذا السيناريو إذا استمر الوضع على ما هو عليه فسنواجه جميعا مشاكل كبيرة وخسائر هائلة نحن ضد الحروب الاقتصادية لأن تأثيرها سيكون سلبيا وخطيرا دورنا في ذلك هو الكفاح من أجل المبادئ العادلة والديمقراطية لتطوير العلاقات الاقتصادية العالمية نحن منفتحون على العمل مع أي طرف بما في ذلك الولايات المتحدة اتفاقات عديدة وقعتها الصين والروسيا في متدى سان بيترسبورغ الاقتصادي الدولي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل مواجهة كبيرة تخوضانها مع أمريكا على مختلف المستويات لسيما منها الاقتصادية إلى درجة دعا فيها الرئيس الروسي فلاديمير كوتين إلى يعادة النظر بدور الدولار ليس بمواجهة العقوبات الأمريكية وحدها يشتد عوض العلاقات الاقتصادية الصينية الروسية بما لذلك من دوافع وانعكاسات سياسية فعلى أسس اقتصادية مشتركة ومتينة تتابع بكين وموسكو تطوير علاقاتهما الاقتصادية منتدى سان بيترسبورغ الاقتصادي الدولي شكل مناسبة مهمة لذلك عشرات الاتفاقيات في مختلف المجالات تم توقيعها بين البلدين يبرز منها مثلا اتفاق شراكة تطوير وإطلاق شبكات الجيل الخامس من الانترنت في روسيا بين شركتي MTS الروسية وهواوي الصينية رغم ضراوة الحرب التي تشنها أمريكا ضد هواوي لإخراجها من السوق بنحو غير رسمي وفق ما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بلغة الأرقام ارتفع معدل التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي بنسبة 25% ليسجل قيمة مريحة للطرفين ومقلقة لخصمهما وهي 108 مليارات دولار هذه القيمة مرشحة للارتفاع مع تطبيق الاتفاقيات الجديدة ومع التقدم الروسي الصيني في مشروعين منفصلين كلاهما يشكل أزمة كبيرة لم تتردد واشنطن في الحديث عنهما والحديث هنا عن مشروع السيل الشمالي لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا وعن مبادرة الحزام والطريق الصينية لبناء أكبر شبكة بنية تحتية للتبادل التجاري في العالم حيث تقع روسيا في قلب النطاق الجغرافي لهذه المبادرة قد يكون من السابق لأوانه الحديث عن جبهات اقتصادية دولية حادة بين موسكو وبيكين من جهة وواشنطن من الجهات الأخرى لأسباب شتى ومتداخلة غير أن تحجيم السطوة الأمريكية على الاقتصاد العالمي يبدو هدفا يعمل على تحقيقه صينيا وروسيا وليس أدل على ذلك من دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى سانت بوترسبورغ إلى إعادة النظر في دور الدولار في النظام المالي بعد تحوله إلى آدات ضغط وفق تعبيره وبحضور الرئيس الصيني تشين جيم بينغ وفد سيني من ألف عضو لم تكن زيارته سانت بوترسبورغ عابرة اتفاقات بالجملة من ضمنها مشاريع زراعية في الأقليم الحدودية الروسية مع الصين تضاف إلى اتفاقات سابقة مهمة كخط أنبيبي باور أوف سايبيريا الذي سيبدأ بنقل الغاز الروسي إلى الصين اعتبارا من كانون الأول ديسمبر المقبل وشراكات غازية في القطب الشمالي أعلن الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو أنه أمر بفتح الحدود مع كولومبيا في ولاية تاشيرة الواقع غرب البلاد بعد إغلاقها في شباط فبراير الماضي مادورو قال أن فتح الحدود مجددا يؤكد أن الفنزوليين شعب مسالم لكنه يحمي بحزم استقلاله وحرية تقرير المصير تتعرض المتسيكو للهجوم في هذه اللحظة على يد الحكومة الإمبريالية للولايات المتحدة وأقول لها وللرئيس لوبيز أوبرادور نعم يمكنكما ذلك الحكومة الأمريكية والمتحدثون الرئيسيون باسمها جون بولتون والآخرون لا يزال يتعين عليهم فهم كيف فشلوا في الثلاثين من نيسان أبريل لا يستوعبون ذلك فيطلقون كل يوم نظرية جديدة والآن إلى العنوين رفض فلسطيني لكلام السفير الأمريكي لدى تلابيب عن حق إسرائيل في ضم أزاء من الضفة المجلس العسكري السوداني يبدو استعدادة والاستناف المفاوضات مع المعارضة والأخير ترفض وتلوح بالعصيان المدني الجيش اليمني واللجان يحبطون هجمين لقوات التحالف السعودي قبل تعسير ونجران منظمات حقوقية تحذر السعودية تعتزم صلب الفتى مرتجق رايريس على خلفية اتهامات سياسية وجهت يهي في سن الحدية عشر المزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الانترنت الميادين دوت نت وباللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت دمت بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة